وزير الإسكان دكتور عاصمة جزار ليه تصرحات مهمة تهمنا عشان التصالح والناس اللي بتسألوا تأخرنا ودفعنا فلوس وليس لحد الوقت كان فيه جلسة في منتدى البرلمان لحزب مستقبل وطن لعنوانه الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت ماذا قال الدكتور عاصمة جزار وزير الإسكان قال أنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة مقبلة وجاري العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان أكد الجزار في رديه على تساؤلات النواب في هذه الفعالية التي نظم حزب مستقبل وطن على أن القانون الجديد سيتناول وضع من تقدم بالتصالح ومن لم تنطبق عليه الشروط في القانون السابق ومن تقدم بعد انتهاء مدة القانون السابق ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خلفه وتم التصالح معه وأيضا من سيخالف في المستقبل يبهن دكتور عاصمة جزار بيقول لنا معلومات مهمة بيتعمل حاليا مشروع قانون للتصالح على مخالفات المباني ده كلام وزير الإسكان أنه عرضه في حزب مستقبل وطن في الندوة اللي عاملينها أو المؤتمر اللي عاملينه حزب مستقبل وطن عشان ويتم حاليا بيتم تجهز هذا القانون والتنسيق مع البرلمان لعرض هذا القانون وأيضا التوافق على المواد الخاصة بهذا القانون الخاص بالتصالح على مخالفات المباني وزير الإسكان قال أن القانون اللي بيتم إعداده حاليا بيتكلم على الحالات المختلفة من قدم تصالح ومن لم يتقدم للتصالح ومن خالف ولم يتقدم للتصالح ومين سوى وضعه مع الجهات المعنية بالنسبة للتصالح في هذا الشأن زي ما احنا بيشوفه على موقع اليوم السابع ومين تقدم بعد انتهاء المدة القانونية المدة كان محددة تم تجديدها مرة واثنين وبعد ذلك خلاص في ناس تقدمت للتصالح بعد انتهاء المدة فستاذ الوزير دكتور عاصم الجزار بيقول كل الأوضاع دي أصل هنشوفها ومن لم يخالف ويرود ان تتساوى مع من خالف يعني وتم تصالح معاه انه في ناس ما خلفتش ولكن عايز يكون وضعها كمان ايضا وضع قانوني زي الناس اللي كانت خلفت وتم تصالح معاه يعني يبقى مثلا الفلوس مثلا يدفع كام حساب المتر هنا رعيب كام انه واحد ما خلفش ولكن بتحاسبه هنا يعني لها حزبة معينة اتكلم ايضا الدكتور عاصم الجزار انه قانون مخالفات البناء على الارض الزراعية هيكون مخالفة مخلة بالشرف وهيكون جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم وسيكون قانون تصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا يبقى هنا دكتور عاصم الجزار بيقولونا اخبار مهمة جدا ليه تم التأخير فيه التصالحات لانه جامعوا فلوس كتير جديد من الناس مليارات الناس اللي دفعت نسبة 25% فالفلوس دي اخبارها ايه طب القانون على مدار الفترة اللي فاتت الناس كنت بتسأل على ده هو فين احنا دفعنا ولسه ما خدناش النموذج تقريبا النموذج عشرة تقريبا طب ايه الحكاة فالدكتور عاصم الجزار بيطمن حضراتكو دلوقتي بيقول انه قانون الخاص بالمخالفات المباني قانون تصالح هيعرض قريبا على البرلمان وطبعا هيتم الاول مجلس وزراء اجتماع لمجلس وزراء هيتم رفع هذا الامر وحالته لمجلس النواب او لمجلس النواب ويعرض على مجلس النواب ودكتور عاصم الجزار قال انه هيكون هذا الامر قريبا بشأن اشكاليات رخص البناء اكد الدكتور عاصم الجزار وزير اسكان بانه لا اشكالية فيه اطلاقا ومن لديه مشكلة يأتي له لمكتبه حتى لم حتى لا يعطل عمل محافظة الاخليم التوافق على الحلو مرضية قائلا الشراطات البناء اجراء مؤقت والمشكلة الاساسية ليست القرى وجاري عمل تعديد قلوق تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات اذا هنا امر مهم جدا فيما يتعلق ب دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وان هناك قانونا جديدا سيصدر لي الخاص بالمخالفات والتصالح التي تمت خلال الفترة الماضية مزارة التموين كمان والاسواق فعلوا